السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد مختار معلم أول لغة الإنجليزية أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي معنا الورك بوك النهاردة يونيت 3 لسن 1 الدرس الأول في الواحدة الثالثة بيج 86 صفحة 86 هنفتح مع بعض اكمل الاوصاف بهذه الكلمات عندنا كلمات هنا هنكمل The woman in the first picture السيدة اللي في الصورة الأولى has got long straight hair شعر طويل ناعم and glasses ونظارة The man in the second picture الرجل اللي في الصورة الثانية has got short curly dark hair شعر قصير مجعد and a mustache وشارب أو شنب The second woman السيدة الثانية has got short blonde hair لها شعر قصير أشقر The second man الرجل الثاني has got short dark hair له شعر قصير داكن أو غامئ and a beard ولحية Complete the sentences with the correct form of have got هنكمل الجمل بالصيغة الصحيحة من have got My best friend صديقي المفضل has got short dark hair له شعر قصير غامئ Has your father got a mustache has your father got a mustache هل والدك لديه شارب طبعا هذا عشان الفاذر مفرد All my brothers and sisters كل إخواتي الولاد والبنات يعني have got dark curly hair لهم شعر مجعد داكن Tarek's uncle عم طارق has not got a beard ليس لديه لحية but he has got a mustache لكن لديه شارب Have you got dark hair هل لديك شعر غامئ؟ Yes I have طيب في writing write descriptions of these people اكتب أوصاف لهؤلاء الناس He has got هو لديه الولد Dark curly hair شعر مجعد غامئ أو داكن A beard لحية and a mustache وشارب He wears glasses هو يرتدي نظار طيب البنت She has got long dark straight hair لديها شعر طويل غامئ ناعم